الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من أول ما تولى رئيس الجمهورية وهو في أجندته اليومية عدد كثير جدا من المواضيع الهامة اللي المفروض طول الوقت بيحاول ينجزها إذا كانت لقاءات إذا كانت مؤتمرات إذا كانت خطب إذا كانت صفر إذا كان قرارات في عدة مواضيع من آخرها أو آخر هذه اللقاءات كانت اللقاء مع الفنانين ولو ده بقى كان يوم الخميس اللي فات والمثقفين ورسالة كانت موجهة لطمقانة عدد كبير من الفنانين وخصوصا بعد مشكلة الفنانة إلهام شهين عدد كبير من القرارات اللي هناوي ياخدها من ضمنها الإفراج عن ضباط 8 إبريل عدد كبير من برضو القرارات الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للحقوق الإنسان عدد كبير جدا من المواضيع الخاصة برأي القرى الأرضية بالخطاب اللي ألقاه في تهران ووجود صورة الرئيس الدكتور محمد مرسي في أول صفحة في عدد كبير جدا من الصحافة العالمية معي حوالين الحالة السياسية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والخطوات اللي بياخدها معي الأستاذ أحمد عبد العليم الكاتب والباحث السياسي لتحليل وتوضيح صباح خير يا فنان صباح خير عشان صباح الخير منورنا منورك تحب نبتدي منين؟ تحب نبتدي من يوم الخميس اللي فات نبتدي من يوم الخميس اللي فات لقاء دكتور محمد مرسي مع عدد من الفنانين والمثقفين والأدباء الرسالة كانت عايزة توصل بأني شكل أعتقد أنها كانت بدرة جيدة من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس مرسي بلقاء عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين خاصة في زل حالة هجوم شرس على بعض الفنانات وعلى بعض المبدعين في مجالات مختلفة وأيضا في زل أننا عندنا رئيس له خلفية إسلامية أو خلفية إسلام سياسي وجدالية العلاقة بين الإسلام السياسي وبين الفن والإبداع فأعتقد أنها كانت بدرة إيجابية وطيبة من الرئيس لأنها كانت تحاول أن توصل رسائل تطمين للمجتمع بالكامل وليس فقط للمثقفين والمبدعين بأن لا سلطة على أحد طالما أنه في إطار من الحرية المسؤولة وفي إطار من القانون وأعتقد أن كل اللي خرجوا من اللقاء كانوا يقولوا أنه اللقاء كان إيجابي وأن الرئيس أكد على حرية الفكرة وحرية الإبداع طيب في كثير من المشاهدين دلوقتي اللي قاعدين يتفرجوا علينا ممكن يكونوا ما أخذوش بالهم من اللي حصل مع الفنانة إلهام شهين لو تقولي الحكاية في كلمتين سرع هو في أحد الشيوخ السلفيين هاجم الفنانة إلهام شهين بشراسة واتهم بعض الاتهامات أعتقد أنها كانت غير موفقة منه وده أدى أن يبقى في حالة من الجدل في المجتمع وعن العلاقة بين الفن والإسلام السياسي وفي آخرها إن بارح فيه تليفون من الرئيسة للفنانة إلهام شهين بتطمنها أن هم وقفين جنبها وأنه لن يسمحوا بهذا أن يتقارر بالضبط كانت برضو حاجة إيجابية جدا من مؤسسة الرئيسة للإتصال بالفنانة إلهام شهين زي نقول برضو للتأكيد على أن هم معها مكان الاختلاف أو الاتفاق مع ما تقدمه ولكن في النهاية الحرية تكفلها الدولة وتشجعها وتؤكد عليها من ضمن الأمور الهامة في الأوساط السياسية وهو القرار اللي وعد به الدكتور محمد مرسي وهو الإفراج عن ضباط 8 إبريل عدد منهم أفرج عنهم وفي عدد منهم لحد دلوقتي ما زال لم يفرج عنهم لحد الآن واللي أفرج عنهم يقال أنه ما أسقطتش المشكلة اللي عنده أو التهمة اللي عليه حوارين هذا الموضوع إيه رأيك؟ أنا بصراحة شايف أنه لابد أن يكون هناك قرار سريع وحاسم وناجز من الرئاسة بالإفراج عن ضباط 8 إبريل وعن كل فرد حتى من الجيش أثناء الثورة وبعد الثورة انحازل القضية الوطنية وانحازل الثورة وأهدافها لأن ده زي ما أقول بيوصل رسالة لجبال المجتمع بأن اللي دايماً بنحازل قضية البلد أو قضية الوطن دايماً بيكون المجتمع في صالحه والمجتمع بينصفه فأتمنى أن يكون فيه قرار سريع من مؤسسة الرئاسة بالإفراج عن باقي الضباط اللي هم لم يفرج عنهم وأتمنى أن يتم إسقاط الطهم برضو عشان يرجع لحياتهم الطبيعية تاني لأن فكرة أن فيه طهم يعني هما مستقبلوا يمعتبر ضاعيا فأتمنى أن يبقى فيه إسقاط الطهم أنهم يرجعوا تاني مرسوا حياتهم الطبيعية وأن الرسالة التي تصل لكل المجتمع أنه اللي يدفع عن القضية بتاعة البلد واللي بنحازل الثورة وأهدافها ومبادئها في النهاية المجتمع بيردله الجميل ومش بنساه ومنسيبه مياه ولو هو أخطأ يبقى المفروض أنه هو يعقب بشكل أو بآخر طبعاً في النهاية برضو إحنا نريد أن نطبق روح القانون إذا كان القانون بتاع المؤسسة العسكرية يؤكد على الطاعة العمية ويؤكد على طاعة القائد الأعلى فإحنا برضو في النهاية نطبق روح القانون في النهاية هم بشر في النهاية برضو عندهم أفكارهم وعندهم قناعتهم فإذا كانوا نحازوا ليها وتصادف أنها تنحاز لقضية عادلة والمجتمع ينحاز لها فأنا شايف أنه لابد أن نكون منصفين سيد أحمد أنت شايف أنه حاجة صحية أنه كل شوية نقول أن الرسايد الرئيس لازم يتدخل في أنه يعمل لنا مجلس الأعلى للصحافة لازم يتدخل في أنه يعمل لنا مجلس الأعلى للحقوق الإنسان لازم يتدخل مش ده كان النظام السابق بهذا الاسلوب أنه يتدخل في كل حاجة طبonic مش المفوض أنه نعدي بقى المرحلة دي طبعا أنا أتمنى ده لأنه إحنا مش عايزين شخصنا الأمور مش عايزين كل حاجة بتحصل في البلد الرئيس يتدخل الرئيس يوصي الرئيس سيعيد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الرئيس يتدخل في تشكيل نحن لا عايزين أن الرئيس يتدخل في كل شيء فأعتقد أن فكرة أن الرئيس يتدخل في كل شيء وأننا كلما يحصل حاجة غلطة نقول عايزين الرئيس يتدخل أعتقد أن ده صناعة جديدة للدكتاتور وصناعة جديدة للفرعون جديد ونحن لا أعايزين كالصورة بالأساس قامت عشان يبقى في دولة مؤسسات وأن الرئيس في النهاية موظف يقوم بدور معين لي فنحن لا أعايزين الرئيس يتدخل في كل حاجة عشان لا أصنعش دكتور جديد رأي صغير بسيط جدا مني لما شفت الدكتور محمد مرسي في أول خطاب ليه في ميدان التحرير لما عمل موضوع الجاكت ده بس أنا أتكلمش عن موضوع الجاكت أتكلم على طريقة إلقاءه قلت الوالدي هو أعجابي أن ده عبد الناصر الجديد في مصر طبعا مع الاختلاف أو مع مختلاف الرأي يعني أول ما شفنا خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مصر العربية في طهران عدد كبير من السياسيين قالوا نفس الكلمتين اللي أنا قلتهم لوالدي تعليق حضرتك إيه؟ هو طبعا خطاب رئيس مرسي في إيران كان خطاب تاريخي بكل المقاييس لأن الخطاب المحاورة اللي تكلم فيها ويعني في النهاية إحنا كنا شايفين رئيس دولة محترمة مش شايفين في النهاية رئيس بيعبر عن يعني أنا بصراحة شايف أنه رئيس بيعبر عني رئيس بيعبر عن اللي أنا نفسي أني أقوله خاصة فيما تعلق بملف الصورة السورية خاصة فيما تعلق بملف المصالحة الفلسطينية ويعني أنا شفت وتبعت الصحافة العربية في إسبوع بعد يعني خلال إسبوع بعد زيارة طهران كانت كلها بتتكلم أن هناك مصر جديدة وأن رئيس مصر فعلا رئيسه عبر عن المصريين وعبر عن الشعب المصري وأن هناك قوة ناعمة جديدة ضيفت لمصر مصر فأمس الحاجة إليها مصر في 30 سنة كل القوى النعمة اللي كانت معها ضاعت مصر كانت هي المفروض الدولة الأكبر في المنطقة سياسيا واقتصاديا تقدر تقول دولة قوية دلوقتي فيه دويلات بتنافس مصر على ملفات سياسية كثيرة فأعتقد أن خطابه في طهران كان خطاب تاريخي لهجة الخطاب نفسه كانت لهجة جديدة على السياسة المصرية حديثه عن الصورة السورية في إيران اللي هي الحليف الاستراتيجي الأكبر لسوريا محمد دون قطع كلامك أنا آسف معيش بس كثير من السياسيين والمحلين السياسيين في الإعلام عموما قاعد يقولك أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مصر العربية أحرج إيران أحرجها إزاي طبعا أحرجها لأن الإعلام الإيراني يتحدث عن الصورة السورية وكأنها هناك عصابة من المواطنين يريدون إقصاء النظام السوري اللي هو على رأس بشار الأسد فالحديث في قلب العاصمة وهو حديث كان مزاع على التلفزيون الإيراني فالحديث عن أن الصورة السورية وما يفعله الشعب السوري يعادل ما يفعله الشعب الفلسطيني وأنه سعي للحرية وسعي الكرامة الإنسانية أعتقد أنه كان إحراج لإيران في عقر دارها وأمام مواطنيها وحتى الترجمة بتاعت الخطاب تم ترجمة تحريف في ترجمة الخطاب من سوريا للبحرين لأنه طبعا البحرين معظمة شيعة وإيران بتدعم الصورة في البحرين فهو كان إحراج وأكبر ديلة على الإحراج أنه تم تحريف الخطاب في الترجمة للتلفزيون الإيراني مقصود أو غير مقصود بغض النظر هو في الآخر اتحرف بالذات لكن أنا برضو أرجع أقول ليه كلمة أحرج يعني هو إحنا مثلا هما لما يستضيفوا مصر أو يستضيفوا الدكتور محمد مرسي مش عارفين أنه ممكن يقول رأي تاني يعني مخالف للرأي الإيراني عادي جدا إيه المشكلة يعني هما متوقعين طبعا أنه هيكون فيه اختلاف في الرأي لكن إحنا بنتكلم عن الحدة أنه الاختلاف كان بشكل كبير عن التوجهات السياسية الإيران خاصة فيما يتعلق بملف الصورة السورية لأنه زي أقول أن إيران فيه حديث عن أن هناك قوات من الجيش الإيراني بتدعم نظام بشار الأسد ضد الصورة السورية والإعلام الإيراني بيتكلم زول عن الصورة السورية وكأنها عصابة تكون بصورة لكن إحراجها في عقر درها بلهجة تتحدث عن أن الشعب السوري يعادل الشعب الفلسطيني في الحديث عن الحرية والكرامة الإنسانية فأعتقد أنه كان كمة الإحراج لهم بالإضافة حتى لإفتتاحية الخطاب بتاعت مرسي والحديث عن والإثناء على الخلفاء الرشيدين وإحنا عارفين أن هناك عداء لبعض الشيعة مع بعض الخلفاء الرشيدين وبعد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقد أنه برضا كان فيه إحراج إلى حد كبير وأكبر دير على كده أن الرئيس مرسله في أمريكا ولا في أوروبا أعتقد أنه مش هيبدأ خطابه بالإثناء على الخلفاء الرشيدين لأنه لكل مقام المقال وهو كان قاصد يقول ده عشان يوصل كمان رسائل السلافيين اللي كانوا معترضين على الزيارة شايفين زيارة إيران هي زيارة لتأكيد الماد الشيعة في المنطقة وأنه نحن نفعش نساعد إيران فهو كان بيطمن السلافيين لأنه هم يعتبروا حليف سياسي كبير لجامعة الإخوان اللي الرئيس جاء منها رسائل كثيرة بيرسلها الدكتور محمد مرسي من خلال لقاءاته ومن خطاباته وكثير من اللقاءات من ضمنها مثلا أو الزيارات اللي بيعملها أنه حيزور أوروبا قبل ما يزور أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية هل تفتكر ده لي رسالة برضو؟ هو أعتقد أنه رئيس مرسي بيحاول على الأبد ما يقدر يوصد رسالة غير مباشرة لأمريكا من خلال زياراته المختلفة قبل أمريكا يعني هو من خلال زيارته في السعودية كزيارة أول زيارة أمبياء كرئيس مصري كانت فيها رسالة كتير جدا من عامها برضو رسالة لأمريكا بأن في مصر جديدة وأن هناك تحالف بين مصر والسعودية ولكن لن يكون في ظل المظلة الأمريكية ولكن في ظل المظلة ما تنادي به الشعوب العربية وأيضا زيارته لإيران وحديثه عن الملف الفلسطيني وأن مصر ستتمم المصالحة الفلسطينية وكذلك برضو فكرة زيارته لأوروبا والتعاون الاقتصادي سواء مع بلجيكا أو مع إيطاليا أعتقد أن فيه رسال كتير بتوصل لأمريكا ووصلت فعلا وده كان في الصحافة الأمريكية يعني مصار في خلال الزواني اللي فاته أن هناك رئيس جديد لمصر وعبا عن طموحات المصريين وأن مبارك وعادة مبارك قد مضى وأن على أمريكا أن تتعامل مع مصر في إطار من الندية وفي إطار من الهلاقات الصينية المحترمة بأن هناك بلد آخر لها طموحات معلش أعتقد أنه ثلاثة ربع الشعب المصري أو ثلاثة ربع العالم كله كان واضح جدا أثناء الانتخابات الرئاسة أن أمريكا عايزة الإخوان هي الفكرة يعني للطفل الصغير أنا مش عايزة أقعد أفسر إنما واضح جدا هي متوقعة مثلا من الدكتور محمد مورسي أنه يبقى برضو زي الرئيس محمد حسني مبارك مثلا هي طبعا في النهاية أمريكا السياسة في الأخير لعبة مصالح فأمريكا في النهاية بتدور على مصالحها فأنا مصلحت فيه فهي بعد الصورة كان واضح أن فيه صعود إسلام سياسي وده كان واضح في الانتخابات البرلمانية وكان واضح أن فيه رئيس حييجي له خلفية إسلام سياسي فمن وجهة نظر أمريكا أو من وجهة نظر الغرب عمتا أعتقد أن رئيس من جماعة الإخوان المسلمين أفضل من رئيس من جماعة سلفية أو محسوب على الطير السلفي لأن الإخوان في النهاية عندهم مخزون تاريخي من سنة 28 بيقولوا أن هم يقدروا يمرسوا اللعبة السياسية وأنهم يقدروا في النهاية يروحوا للكمبروميز أنه ممكن يوصلوا لحلول وسط بعكس السلفين أنهما بالأكستريم للأكستريم عندهم مش حل وسط ليه أول دولة إيطاليا؟ هل فيه أسباب تفتكر؟ يعني إيطاليا أعتقد أنها ليس دولة برضو نافذة أو في سياسة الخارجية الأوروبية عمتا غير بريطانيا وغير فرنسا أعتقد أن الملف الاقتصاد هو الملف المطروح على أجندة الرئيس في أوروبا سواء في بلجيكا أو في إيطاليا ولأن الملف الاقتصاد هو الأهم حالياً دلوقتي هل تعتقد أنه عدم زيارته لولايات المتحدة الأمريكية وزيارته لأوروبا الأول ممكن يكون بسبب الانتخابات وانشغالهم بالانتخابات وانشغال أوباما مثلاً بالانتخابات حالياً؟ طبعاً وفيه طبعاً تم ترشيح أوباما أو تم قبولته هو تقابل الترشيح مبارح بس من الحزب وطبعاً انشغال أمريكا بالانتخابات وفي نفس الوقت هو برضو الدكتور محمد مرسي بيكسى بوقت أنه يوصل رسائل مختلفة ورسائل عن الشخصية الجديدة للساسة الخارجية المصرية وشخصية الرئيس المصري الجديد بأن هناك رئيس مصري جديد وأن مبارك عهده قد ينتهى بالفعل فأعتقد أنه ناجح في هذا والرسائل بتوصل فعلاً واللي يتابع الصحافة الأمريكية يشوف قد يتكلموا عن الرئيس المصري وأن هناك فعلاً ناصر جديد بغض النظر عن الاختلاف بين ناصر والإخوان اللي هو رئيس منتمي لها لكن يقولون أنه فيه رئيس مصر جديد له وجهة نظره ويعبر فعلاً عن طموحات المصريين من حوالي أسبوعين أو ثلاثة الدكتور محمد مرسي قال أن سياسته القادمة هو الاستثمار والسياحة ومبارح كان فيه مشكلة خاصة بطأم الضيافة في مصر الطيران وفي صحف النهاردة كانت بين خمسين مليون جنيه في خلال كم ساعة خسائر أنت شايف الدكتور محمد مرسي ممكن يبتدي يهتم بالسياحة إزاي؟ أول خطوة ممكن مفهودة يعملها إيه؟ هو أعتقد أنه هو اهتم وبدأ بدلما راح زار الأقصر وزار بعض الأثار المصرية وبرضه هنعرفين أن فيه بعض جماعات الإسلام السياسي شايفة أن الأثار بدعة وأن الأثار حرام فهو اظهر بعض المناطق السياحية في مصر بعد ما مسك على طول ووصل رسالة أننا نحافظ على السياحة وأننا السياحة هي عصب الاقتصاد المصري فأعتقد أنه هو بادئ حالياً دلوقتي أنه يشوف الملف الاقتصادي والاعتمام بالسياحة وأعتقد حتى اللي بيحصل دلوقتي من إضراب من بعض الفئات في المجتمع أعتقد أنه ضريبة النظام الماضي لأننا لسه نحاول نعالج 30 أو 20 سنة فاته فأعتقد أنه هو ملف الاقتصادي مطروح دايماً في أجندته وده كان واضح في السعودية وواضح برضه في زيارته إن شاء الله الأوروبا اللي هيبدأ بيها سيد أحمد عبد العليم الكاتب والباحث السياسي شكراً جزيلاً لحضرتك ونورتنا فهم شكراً جداً لك نهارك سعيد مشاهديننا قبل مختم على فكرة فيه اتفاق من وزارة الإعلام هنا في التلفزيون أنه هو حيبقى فيه برنامج خاص كل شهر فيه لقاء مع الدكتور محمد مرسي لنشر أو لتوضيح الأفكار اللي بتدور حوالين عدة مواضيع خاصة جوة البلد داخلياً وخارجياً المفهوم أن البرنامج ده حيكون قريباً على شاشة التلفزيون المصري نهارك سعيد